شاهدنا من قبل أن الناشيومارز هي متشكلات فراغية والتي هي صور مرآة غير منطبقة لبعضها البعض هناك نوع آخر من المتشكلات الفراغية تسمى الديستيريومارز وهي متشكلات فراغية وهي ليست منطبقة وليست صور مرآة لبعضها البعض لننظر إلى هذا المثال لنرى إمكانية فهم ما هي الديستيريومارز هنا لدينا جزء لديه مركزين كايرليين هنا واحد الكربون متصم على الـ OH إذن هذا مركز كايرلي ومن ثم الكربون الموصول مع مجموعة المثل هذا هو أيضا مركز كايرلي إذن هذا سيكون كربون واحد مع OH ومن ثم الكربون موصول مع مجموعة المثل هنا سيكون الكربون 8 عندما تحدث عن المتشكلات الفراغية في الفيديوهات السابقة العدد الكلي للمتشكلات الفراغية هو 2 للقوة N حيث N هي عدد المراكز الكارولية التي لدينا في الجزاء في هذا المثال لدينا 2 من المراكز الكارولية 2 إذن سنأخذ 2 للقوة 2 وهي من الواضح تساوي 4 إذن للصيغة البنائية هذه يمكن رسم 4 متشكلات فراغية إذن 4 متشكلات فراغية والآن هذا الرقم الذي لدينا هو العدد الأقصى يمكن أن نحصل على عدد أقل من هذا وسنرى مثال على هذا في الفيديو التالي إذن يمكن رسم 4 جزئيات مختلفة حيث لديها نفس الصيغة البنائية هذه إذن لنبدأ مع حلقة السايكلوهكسان ولهذا المتشكل الأول سيكون لدينا مجموعة ال-OH تخرج باتجاهنا وسيكون لدينا مجموعة المثل تخرج باتجاهنا إذن هذا جزء واحد محتمل المتشكل الثاني سيكون لدينا كل هاتين المجموعتين تسيران بعيدتان عننا إذن مجموعة ال-OH باتجاه بعيدا عننا ومجموعة المثل ستكون باتجاه متعد عننا وفي المتشكل الثالث لدينا ال-OH تخرج باتجاهه ومجموعة المثل تكون بشكل بعيدا عننا في الفراغ وللمتشكل الفراغي الأخير لدينا مجموعة ال-OH تخرج بشكل متعد عننا ومجموعة المثل تخرج للأعلى باتجاهنا في الفراغ إذن هذه أربع متشكلات محتملة لهذه الصيغة البنائية وإذا كان لدينا وقت لتعيين التكوين المطلق لهذه المراكز الكايرالية للمتشكل الفراغي الأول سنجد أن لهذا الكربون هنا سيكون R هذا هو 1R وعند الكربون 2 سيكون عمليا S إذن سيكون 1R وإثنان S وللمتشكل التالي سيكون 1S وإثنان R وللمتشكل التالي سيكون 1R وإثنان R ومن ثم للأخير سيكون 1S وإثنان S إذن يمكننا أن نتمرن على التكوينات وإذا كنا نفكر كيف يمكن تصديف الأربع متشكلات فراغية ننظر إلى أول مثالين ونقول كيف هذان الجزئان مترابطان مع بعضهم البعض لنذهب هنا ونعج ذاكرتنا حول الإنان شمارز الإنان شمارز لديها تكوينات متعاكسة عند كل المراكز الكايرالية إذن أحيانا نفكر بهم ككونهم صور مرأة وأحيانا سيكون الأسهل أن ننظر إلى الهيكل ونسأل كيف يمكن مقارنة الهيئات عند كل المراكز الكايرالية ويمكن رؤية أنه عند الكربون 1 نبدأ من وتد هنا على اليسار ثم نبدله بشرطة هذا على اليمين وهذا يغير التكوين الحقيقي عند الكربون 1 من R إلى S إذن عند الكربون 1 لدينا تكوين معاكس عند المراكز الكايرالي عند الكربون 2 هنا على اليسار كان لدينا وتد ومن ثم حولناه إلى شرطة هنا إذن سرنا من S عند الكربون 2 إلى R عند الكربون 2 إذن لدينا 2 ثابتة عند كل المراكز الكايرالية في هذا الجزيء إذن هذان الجزيئان هما صور مرآة لبعضهم البعض ليست صور مرآة طبقة لبعضها البعض إنهم إنان شمارز إذن هذان إنان شمارز لبعضهم البعض إنان شمارز لبعضهم البعض إذن إنان شمارز الآن لننظر هنا عند الجزيئين على اليمين نرى أن لدينا وتد عند الكربون واحد ويتبين أنه R وهنا لدينا شرط عند الكربون واحد وهو S إذن لدينا تكوين ثابت ومعاكس عند ذلك المركز الكارولي عند الكربون إثنان سرنا من شرط في R إلى وتد في S إذن مرة أخرى لدينا تكوين معاكس عند كل المركز الكارولية إذن هذان جزئان هنا سيكونان سيكونان أمثل عينات شيومرز إذن هم صور مرآة لبعضهم البعض حسنا إذن ما هي بالضبط الديستيريومرز نعود إلى التعريف الديستيريومرز لديها تكوينات متعاكسة عند بعض المراكز الكارولية لنغير اللون هنا لنحدد بعض الديستيريومرز إذن تكوينات متعاكسة عند بعض المراكز الكارولية ليس جميعهم إذن هذه هي الفكرة عند فحص الدايس تيليمارز لنقارن المتشكل الفراغي الأول هنا مع وتدين مع هذا هنا والذي يديه وتد واحد وشرطة واحدة إذن لا يوجد تكوينات متعاكسة عند كل المركز الكارالية فقط لدينا تكوين متعاكس عند المركز الكارالي الثاني عند الكربون الثاني إذن هذاني الثاني هما دايستيل يمرز لبعضهم البعض إذن بالأحمر سأكتب دايستيل يمرز همممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يمكن القول أن هذا الجزء الذي يمر مع هذا الجزء إن هذا الجزء هنا على اليسار لديه شرطataين والجزء هنا على اليمين لديه أَطَد وَطَد وَطَد وَشَرْط وَأْطَد إذن لا يوجد تكوينات متعاكزة عند كل منناك الذيا satisfactory لهذاهما الناد إذا إذا بدأت واحد من تأ KAEO هنا على اليسار وقارنته مع واحد من هذه الجزئات على اليمين هذا سيكون الزوج من الديستيرماز. أمل أن هذا وضح الفرق بين الأنواع المختلفة من المتشكلات الفراغية لنقوم بعمل خلاصة سريعة للمتشكلات بحيث يمكن مقارنة كل الأنواع التي تحدثت عنها إلى الآن. إذن سأقوم بعمل خلاصة للمتشكلات هنا. ما هي الأنواع المختلفة من المتشكلات التي تحدثنا عنها؟ حسناً في الفيديوهات الأولى تحدثنا عن الجزئات التي لديها نفس الصيغة الجزئية لكنها تختلف من ناحية الصيغة البنائية لها نسمي هذه التشكل البنائي. Structural Isomer هو نوع من المتشكلات وأيضاً نسميها التشكل constitutional إذن هذه لديها نفس الصيغة الجزئية لكن تختلف في الصيغة البنائية لها constitutional الذرات موصولة بطرق مختلفة. حسناً الأنواع الأخرى من المتشكلات ستكون بالتأكيد المتشكلات الفراغية Stereo Isomers هذه الجزئيات حيث يكون لديها نفس الصيغة البنائية لكنها تختلف في ثلاث الأبعاد. إذا عدنا هنا ونظرنا إلى الصيغة البنائية التي رسمناها هنا كنا قادرين على رسم أربع متشكلات فراغية مختلفة والتي لديها نفس الصيغة البنائية. إذن هذه فكرة المتشكلات الفراغية لديها نفس الصيغة البنائية لكن من ناحية كيف تكون هذه الدرات في ثلاث الأبعاد فيمكن عمل جزئيات مختلفة. إذن نفس الصيغة البنائية لكن تكون جزئيات ثلاثية الأبعاد مختلفة. هناك نوعين من المتشكلات الفراغية التي نعقشناها الإنانشمرز إذن لدينا الإنانشمرز هنا ومن ثم نعلم أنها صور مرآة غير منطبقة ومن ثم لدينا التي تعني أنها غير منطبقة وأنها ليست صور مرآة لبعضها البعض. وأحيانا عند عمل يكون هدفنا هو التفريق بينهم. وواحدة من الطرق لعمل هذا هو تحويل الإنانشمرز إلى دايستيريومز. والديستيريومز لديها خصائص فيزيائية مختلفة فهي أسهل للتفريق بينها ويمكن إعادة تحويلها إلى الإنانشمرز. هذه طريقة واحدة للفص بين الإنانشمرز. إذن قمنا بعمل خلاص عن المتشكلات وتحدثنا عن الفرق بين الإنانشمرز والديستيريومز. في الفيديو التالي سنتحدث عن مركبات الميزو.